تشهد مملكة البحرين هذه الأيام حركة سياحية نشطة بفض ما تتمتع به من نعمة الأمن والأمان إضافة إلى الجهود التي بدلتها ولا تزال تبذلها المملكة لتنمية قطع سياحة وذلك من خلال إنشاء بنية تحتية حديثة ومرافق سياحية متطورة نهيك عن الأنشطة والفعالية الثقافية والترفهية المختلفة والتي ساهمت في جذب أعداد كبيرة من السياح من الداخل والخارج معبر بري لم يهدأ يوما منذ أن أنشئ وحتى يومنا هذا فالزوار إلى مملكتنا البحرين يتوافدون في كل وقت وحين دون توقف تتفع أعدادهم بشكل كبير جدا في المناسبات الخاصة كالأعياد والمناسبات الوطنية والاحتفالات إضافة إلى الإجازات وخصوصا إجازات نهاية الأسبوع حيث تستقبل مملكتنا آلاف المسافرين القادمين من مختلف دول الخليج العربي عبر جسر الملك فهد والله كالعاد نجي البحرين بين فترة والثانية عشان نغير جاو نشوف الأماكن الشعبية الموجودة بوابة البحرين والأماكن الثانية أحيانا نروح السينما تمشي بأرض المطاعم البحرين أجواء حلوة بشكل عام أحب أشكر حكومة البحرين على المجهودات الطيبة اللي قدمونها الخدمات البلدية اللي قدمونها في البلد يعني نحن نشوف ما شاء الله البحرين جميلة يعني الخدمات المرورية من واجهة أي صعوبة يعني في هذه الشغلات الحقيقة البحرين في الآونة الأخيرة ما شاء الله تبارك الله السياحة فيها طيبة الأماكن السياحية بشكل عام عائلية أو كأفراد يعني ما شاء الله تبارك الله أماكن جيدة موظفين وحكومة في تسهيلات الأمور الإجراءات السفر والإجراءات غيرها طيبة طبال ما شاء الله تبارك الله نشوف أعداد يعني صراحة ألاف مؤلفة في المواسم في الإجازات وحتى أحيانا أيام الأسبوع تسهيلات كثيرة تقدمها وزارة الداخلية البحرينية من خلال الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة حيث تفتح جميع المنافذ وتسهل الإجراءات دون تعقيدات أو تأخير وهو ما لقي استحسان ضيوفنا الأعزاء حنا طبعا نتونا داخلين الحدود والحمد لله التسهيلات والأمور زينة يعني حنا خطتنا أننا نتسوق في البحرين ويمكن نجلسنا ليلتين تجرباتنا السابقة كانت جميلة جدا وطبعا سمعني عن أن فيها مهرجان تسوق في البحرين والحمد لله إن شاء الله نقضي وقت جميل أقول حنا والبحرين أخوان وبلد واحد وعلى كل حال حنا جينا نتعالج عند مركز هنا عندهم في البحرين وحصلنا منها فائدة بالنسبة للتسهيلات التسهيلات في الجسر وفي غيره من البحرين وأهل البحرين شيء مميز الحقيقي العلاقات بين شعوب دول الخليج هي علاقات أخوية ممتدة جذورها عبر التاريخ جمعتهم روابط الدين واللغة والتاريخ والمصير المشترك عبر العصور فهم اليوم كما كانوا في الأمس يجددون هذه اللحمة من خلال الزيارات المتبادلة والتواصل المستمر لتعميق هذه الروابط وللاستمتاع بما تقدمه مملكة البحرين من تسهيلات وامتيازات للسياحي بشكل عام وللخليجيين بشكل خاص هذا الشهر أنا ثاني مرة جي البحرين مرة جي ابتها لي زوجتي وبناتي ويحن جاي معي أولادي والله الحمد لله جوا تمام والإجراءات الحقيقة لا المملكة والبحرين مهم قصرين كل شيء سهالة وانت في السيارة إجراءاتك تمشي البحرين بلدنا الثاني ما يحتاج زيارة كنا طلع من بيت أخوي راح بيت عمي نعم وهذا ما أريد أي تعبير والله راح نعند زيارة عندنا الهل جيل من السفر وبنهنيهم السلامة وبنهنيهم يخذون جولة البحرين شوي تقضون البحرين كلها حلوة فأي ما حنروحي حلوة كل ما تتمنه أفواج سياح مملكة البحرين يجدونه على أكمل وجه يصلون إليه بسهولة ويسر يستمتعون وعائلتهم بالمرافق السياحية العامة والأسواق والمتنزهات التي تشرف عليها الإدارات المختصة حرصا على راحة ضيوف مملكتنا الكرام أقبال كبير يشهده جسر الملك فهد وإجراءات وتسهيلات عديدة يقدمها منتسبة الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة لضمان إنسيابية الحركة المرورية وتقديم الخدمات اللازمة لزوار مملكة البحرين وضيوفها الكرام الذين يقبلون بأعداد كبيرة للاستمتاع بالمرافق السياحية والعائلية والتسويقية التي يجدونها في ربوع المملكة من جسر الملك فهد يحيى العمري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين ما إن تقرع أجراس المدارس ويقضي الناس من أعمالهم إلا واكتظت الشوارع في المملكة لأن تشر الناس لقضاء أوقاتهم في المحطات التي اختاروها سواء كانت بحضور إحدى الفعاليات أو التوجه إلى المجمعات التجارية أو التواجد في إحدى الوجهات الترفيهية السياحية المميزة التي تتوزع في أنحاء البحرين طبعاً ما شاء الله بلادنا زاخرة وملئة بالماكن الترفيهية الحدائق المجمعات التجارية ما شاء الله زين الله يديم النعمة إن شاء الله علينا ما مش على بلادنا ما مش أحلى من بلادنا مع أنه صيفنا حار لكن صيفنا أجمل كل شيء أجمل في بلادنا ما شاء الله الأسعار متاحة المجمعات على مستوى راقية ما شاء الله والحمد لله بالنسبة للبحرين فأنا من ساعة منها جئت البحرين بقالت أذيباً أربع سنين وهي كل يوم بنشوف كيفية تطور كتير جداً بنشوف فيها أبديت سيامة أو بنشوف فيها سرعة في الانتقالات بالنسبة للطرق بنشوف فيها تطورات بنشوف فيها بريدجز بنشوف فيها حاجات أحسن من اليوم اللي قبل منه والله أنا صراحة أكثر إجازاتي كله في سيتي سنتر وراح دراجز وراح سيتي سنتر وراح مول المحلات اللي أنا دائماً أتوجد فيها وما يلاحظ أيضاً هو توفد الأعداد الكبيرة من السياح من دول الخليج العربي الذين يتواجدون على مدار الأسبوع خاصة وأن الفعاليات السياحية مستمرة على مدار العام وتناسب جميع القاصدين سواء كانوا عائلات أم شباب الليون من خارج البحرين مثلاً السعودية وكويت ومعارات أبوطبي أكثرية تم أن نقع تشوفهم يا هني يا في سيتي سنتر يا مول يا رحون حديقة الحيوانات أو رحون دراجونز أنا زاير للبحرين مرات عديدة يعني أزور البحرين هذه مش أول مرة تقريباً المرة العشرين إذا ما أكثر ومشاء الله عليكم يعني بلاتكم فيها مزارات سياحية كثيرة يعني بالإضافة إلى المناطق اللي هي المجمعات التجارية عفواً معاكم مجمعات تجارية ما شاء الله كبيرة مثل سيتي سنتر وأيضاً مجمع السيف والعالي أيضاً نفس الشيء مجمعات كبيرة حقيقة حتى الواحد يعني يدوب يلاقي له بارك برع وهو داشت للمجمع التسوقات هنا عندكم في البحرين الحمد لله يعني تغيرت عن السابق كثير يعني الحمد لله من البوابث البحرين لسوتي سنتر للسوق الصيني صارت نقلة أقول لك التسوقية في البحرين يعني إن شاء الله عليكم البحرين حلوة جميلة وجاسي نتنقل من مكان لمكان زرنا قلعة البحرين اليوم وهذا ثاني مكان ومستمتعين الحمد لله رب العالمين مسافرنا أكثر من مكان بس مثل ما يقول ارتحنا هنا أكثر تحس كنا في بيتك وكذا تقدر تطلع تيجي وكذا نوعاً ما أمان يعني ما تفكر في شيء إن شاء الله وفي فعلات كثيرة موجودة هنا في عندك أماج السينمات المجمعات البحر الجود الأيام زين الجو الأيام هذه فجداً رائع صراحة الموقع الاستراتيجي للبحرين وامتلاكها للكثير من الأماكن الترفيهية والأبنية والأثار التاريخية وتوافر خدمات الاتصال الحديثة والخدمات المصرفية والمالية بالإضافة إلى توفر الأنماط السياحية المتعددة والخدمات السياحية الحديثة بجانب شبكة المواصلات البرية التي تسهل من الحركة والتنقل يساهم في استمرار تدفق السياح إلى البحرين ما يؤكد أن المملكة هي واحة ترحب بالجميع وتسعد باستقبال جميع الزوار لسيما وأن البحرين تعمل على تطوير القطاع السياحي عن طريق استراتيجيات واضحة يستفيد منها المواطن والمقيم في المقام الأول ويكون سبباً لوضع البحرين على وجهات السياحة المفضلة لدى الزوار يتظل دائماً مملكة الخير والرفاهي والنماء أحمد البلوشي لمركز الأخبار تلفزيون البحرين